أول سؤال كان وصلنا بيقول كل ما تكلم عن الصلاة مع زوجي تحصل مشكلة في بيتنا السؤال ده مهم شوية ليه السؤال ده مهم؟ لأن احنا عندنا وكأن في عقل الزوجة حصل تعارض ما بين حكتين ما بين قوله تعالى وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاونه على الإثم والعدوان فهي عايزة التعاون على البر والتقوى مع زوجة زوجة اللي هو في الحقيقة الستات خلينا أقول للرجالة حاجة مهمة جدا الستات بتعتبر أن الرجالة بالأساس هم مصدر البركة في البيت لو الرجالة عملوا معصية أو تركوا حاجة الستة بتحس أن هي عندها تهديد كبير ولذلك تعالوا أفهمكم جزء من نفسية المرأة هي ليه المرأة بتقول أنا عايزة تجاوز واحد يتق الله فيها لأن معنى أنه يتق الله فيها البيتها يكون في أمان أمان مين؟ أمان الله بالبركة والنور اللي تعم البيت كل ولذلك تجد عبارة واضحة قوي في كلام الستات أنا حاسة أن البيت مفوش بركة لما الزوج مثلا يجيب فلوس مش من مصدر حلال أو أن هي تشوف الزوج مثلا ما بيطعش ربنا فتحس تقولك أنا حاسة أن البيت مفوش بركة طيب هي مش بس بتسألني هي ليه حق أن هي تكلم جزء في مسألة الصلاة لا لا نعام لا حق بس المسألة مش مسألة أن أنت يليك حق ولا ملكيش حق المسألة كيف ستكلمين زوجك؟ لازم تكلمي زوجك فلا تكوني عاونة لنفسه الأمارة بالسوق عليك إزاي تكوني عاونة لنفس الأمارة بالسوق عليه؟ تكوني عاونة لنفس الأمارة بالسوق لما يحس أن أنت وانت بتكلميه على الصلاة إيه اللي حاصل؟ أن أنه مش مال عينك فده أول محذور ما تعملش كده أو تاني محذور تحسسيه أن أنت عايزاء وكأنه بقى شيء ملوس يحس أنه ملوس تالت حاجة أن أنت ما تعملهاش أن أنت ما تحسسوش وانت بتكلمي معاه عن الصلاة أن أهم حاجة أن البيت يبقى سلطه أن فيه ناس بتصلي مش مسألة أن أنت حريصة على أنه هو يكون فيه عاون ومدد المدخل اللي أنا برد أرشحه لحضرتك أن أنت تقولي لزوجك كده أنا حاسة أن أنت هترتاح قوي 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 وخاصة في المشاكل اللي عندك ده لو أن حضرتك لو أنك أنت قربت من ربنا أنا شايفة أن القرب من ربنا ده يخلي حياتنا أفضل أنا حاسة بأن أنت فيك حياة جميلة جدا 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 وده لو حصل هيكون فيه خير كبير إحنا بندفع بالتي هي أحسن دايما ندفع بالتي هي أحسن ندفع الشر وندفع عدم البركة اللي ببيوتنا بالخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجريه على ألسنتنا ونعيش في ظل وقوله للناس حسن جزي على فكرة ممن الله سبحانه وتعالى يطالبني بأننا أتكلم معه بالحسن نعم